وفي غضون ذلك أطلقت السلطة الأمنية في بغداد خطة طوارئ بالتزامن مع جلسة البالمان تحسبا لأي تظاهرات أو تجمع جماهري في محيط المنطقة الخدراء وذكرت مصادر أمنية أن الخطة الأمنية تتضمن غلق ساحة التحرير وساحة الطيران وتقاطع قرطبة وعدم السماح بعبور العجلات والتكاتك والدراجات النارية لافتة إلى أن الخطة الأمنية جرى تفعلها بشكل تام من تمام الساعة السادسة من صباح اليوم